أهلا وسهلا بحضراتكم ندخل في التفاصيل كان عندي بس رسالة يمكن قلت عليها قبل الفصل للاعابة النادي الأهلي ودي الحقيقة لسكواد النادي الأهلي كله يعني من أول كوكا أحدث الوجوه اللي انضمت للفريق الموسم ده واللي ظهرت وأعتقد قدت بشكل عجب جمهور النادي الأهلي وصولا لكابتن محمد شناوي كابتن الفريق انت في مرحلة مهمة جدا وأعتقد لأول مرة من الفترة طويلة الفرقة الإقاع المشوار بتاعها بيهدى شويتين يعني اللعابة اللي كانت مصابة رجعت وفي منهم خدوا مطشو اتنين زي هاني وأيمن أشرف معلول إن شاء الله وحمد يفتحي الفترة اللي جاية ومحمد محمود كمان ومتولي إن شاء الله الفترة اللي جاية يدخلوا كمان مع الفريق ويكونوا جاهزين فالحمد لله جزئية الغيابات الحمد لله قدرنا نتخطى مرحلة صعبة جدا قصرت فيها الغيابات دي على مشوارنا دي الآن واحد اتنين الفترة اللي كنت بتلعب فيها مطشوات كتيرة جدا وراء بعض مش بتلحق تاخد نفسك عشان تسافر من هنا وترجع القاهرة تلعب وبعكات تسافر تاني وبعكات ترجع تلعب برضو مرحلة تقريبا وانتهت ومن النهار دا عندك براح كبير جدا حتى الفترة الصعبة في دوري الأبطال ودور المجموعات وانك تلعب زي هاب وعياب وعي الاخر وبردو انتهت مشوار أفريقيا كله فضل فيه أربع مطشوات ان شاء الله بإذن الله يكون أربع مطشوات مطش السوبر أفريقيا ذهب وعودة مع الترجي وان شاء الله ربنا يكتب لنا مطش النهائي فبردو الإقاعي لحد ما هيهدى شويتين فرصة كبيرة جدا أنك تحط كل تركيزك كل تركيزك في الكرة وقفل ودنك شوية أنا بقول كلام دا لكل الناس والله مش بقولوا لحد بعينه بقولوا لكل الناس اقفلوا ودنكم شوية وبعدوا شوية عن السوشال ميديا محتاجين تركيزكم يا جماعة على قد ما تقدروا محتاجين كل نقطة عرق تنزل في الملعب محتاجين كل نفس بيطلع من اللعيب في التمرين وفي المطشاط الفترة اللي جاية حاسمة جدا وقادرين قادرين النهاردة النهاردة جمهور النادي الأهلي بيقارنكم بالجيل الدهبي وخدوا بالكو أن كل أجيال النادي الأهلي كتبت تاريخها بالبطولات احنا لغاية النهاردة أنا لغاية النهاردة بتفرج على أجوان لكابتن خطيب كابتن طهراء بوزيت كابتن علاء ما يهوب حسام حسن عماد متعب بركات كل دول أجوانهم محفوظة عشان كتبوا بيها تاريخ فرصتكم ما تضايعوهاش مش هطول كتير جدا على حضراتكم هنتابع طبعا أنا عايز كمان أعرف ومطش إن شاء الله بإذن الله هتلاعب سبعة بتوقيت الدوحة هيكون ستة إن شاء الله الساعة ستة بتوقيت القاهرة هنا يوم الجمعة هنحاول نتوصل طبعا مع زمينا كريم أحمد في الدوحة لأول ما التمرين إن شاء الله يبتدي بس خليني أقول لكم مجموعة من أخبار الفرق النهاردة النهاردة طبعا التمرين الأول للنادي الأهلي رحلة كانت صعبة جدا جزء من مشقة المرحلة كمية الطائرات اللي رجبتها فرقة النادي الأهلي الحقيقة يعني هم رجبوا طائرات هم سفروا كتير ورجوا كتير وكلاكيت تاني مرة حتى قطر يمكن دي تاني مرة بتسفر لها فرقة النادي الأهلي بعد ما ظهرت طبعا في اللقطة الأولى في مونديال الأندية بيسفروا مرة تانية عشان يلعبوا طبعا دي هي تاتشات بيتسو مسلماني على فكرة بيتسو مسلماني اللي يخش حتى على اليوتيوب يدور له على فيديوهات لما كان بيلعب أنا شفت له فيديوهات وبيلعب في اليونان لأ كان لعيب يعني ما غيروكمش بس زيادة الوزن دي لكن كان لعيب جامد جدا طاهر طبعا مستنيين أنا طاهر من أول يوم بقول طاهر وناصر ممكن يكونوا أضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي ولسه ما قدموش نص تقولهم يعني طاهر محمد طاهر وناصر ماهر لو خدوا وتقلوا في الملعب وقدموا الكرة بتاعتهم هيبقوا أضافة كبيرة جدا وتفرجوا على طاهر وناصر ان شاء الله بإذن الله بعد الأولمبياد وان شاء الله بإذن الله تكون انطلاقة كبيرة جدا الفوز بالبطولات برضو بيتقل للعيب يعني لما العيب يجي النادي الأهلي في كذا شهر ياخد بطولة في شهر حدو احنا خدنا دوري أبطال أفريقيا في 11 وخدنا كاس مصر في 12 وخدنا برونزيت العالم في قطر في براير وخمسة هو شهر خمسة بنلعب سوبر وان شاء الله شهر سبعة تكون بتلعب نهاية دوري أبطال فين بيحصل ده غير في الأهلي سنة في الأهلي بالعمر كله